وحدة من أضخم الميزانيات التي شهدها العراق منذ الغزو الأمريكي مائة واثنى عشر مليار دولار وحكم رشيد وعد به رئيس الوزراء عاد العبد المهدي والنتيجة انزلاق اقتصادي نحو الهاوية هكذا تنظر مركز الدراسات الاقتصادية العالمية إلى خطة موازنة العام الحالي مجلة جلوبال فاينانس الأمريكية في تقرير لها عن واقع العراق الاقتصادي تؤكد أن عاد العبد المهدي لن يستطيع معالجة البنية التحتية المتداعية في البلاد وأن خطط إعادة الإعمار لن تتحرك قيد أنملة موازنة رغم ضخامتها تقتصر على تشغيل المؤسسات الحكومية وسد نفقات الموظفين دون إحداث مشاريع جديدة أو حتى إنجاز القديمة المعطلة كل ذلك بسبب استمرار الصراع الحزبي سياسيا وترد الأوضاع أمنيا ما يجعل الشركات الأجنبية عاجزة عن العمل الحقيقي ويقتصر حضورها على العقود الوهمية والورقية والتي يستمد منها قادة الأحزاب تمويل عصاباتهم التي تعيث بالعراق فسادا المجلة تبين أيضا أن العراق يحتل المرتبة 168 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية كما أن الشركة إدارة المخاطر هيليكس انترناشنال تقدر أن الفساد كلف الاقتصاد 320 مليار دولار منذ عام 2003 وعلى نطاق العمل المصرفي ترى المجلة أن المؤسسات المالية التي تفكر في دخول العراق ستواجه صعوبة كبيرة حيث أن أكثر من 80% من العراقيين ليس لديهم حساب بنكي وذلك لأنهم لا يرغبون في إداع أموالهم في المؤسسات المحلية المالية بسبب خطر الإفلاس وعدم وجود حماية لأصولهم حال يعيد إلى الأذهان مقولة لمجلة لوفيغارو الفرنسية وصفت فيها الفساد في العراق بالسرطان الذي دخل كل مفصل من مفاصل الدولة ولا برأ منه إلا باجتثاث القائمين على هذه المفاصل وبناء منظومة سياسية جديدة تلبي طموحات العراقيين جميعا من الفاو إلى زاخو ترجمة نانسي قنقر